مرحبا بدي احكي عن دور اللي اليوم عم تلعبه الامارات بعقلنا نحن لدرجة منوصل لمرحلة منقول انه على شو عم نتقاتل ما خلي هول الناس اللي قاعدين بغزة انه بكل بساطة ارض الله واسعة انه يلاقولهم شي محل تاني والامارات كدولة بيقول للعالم انه هي دولة ناطحات سحاب ويعني انه بتعمل استثمارات اقتصادية وعنده طريق اقتصادي مع الهند وما بعرف شو كزا ما بعرف اقتصاديين بيعرفوا اكتر واني بالاشياء انه بس انه بزهن العالم الامارات هي جنة الاقتصاد وجنة التشبيك الاقتصادي العظيم وهيك يعني فبتبقى بمشكلة كتير صغيرة اسمها هول اللي عاديين بغزة طبعا انه هن شوي اللح الحوا وشوي انه يعني يعني يروحون عن عشي ارض تانية وهيك منكون كنعيش كلهاتنا بسعادة والكوكب بصير يعني انه شي اعني هيدا كتير مغالطات مش مزبوطة هيدا نفس فكرة السلام يعني اللي عم يفكروا بالتطبيع وحيك حياتا الامارات هي كنخبة حاكمة نخبة فيها هي نخبة عنجهية بطبيعتها ما بتفرق شي عن النخبة بالدول التانية حيث يتكون الاساس فيها هو الانانية حس هشي موجود بكل دول العالم انه الانانية هي هي الحاكمة على 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 لقلوب العالم فينعكس هشي بنخبة نخبة عنجهية يعني حتى النظام بطبيعته هيوديك للعنجهية بطبيعته نظام هيك إلا ما إلا ما إلا ما إلا ما إلا ما إلا ما قل يعني وشز يعني فهن نخبة عنجهية هي بطبيعتها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� أخذ الغزة على الجنب، أرجع أسأل مرة ثانية، بعدها بشوية، أسأل يلا مين هلأ الإمارات تصارع معه؟ فهذه الشغلة مهمة، ولو ما في بالكوكب كله إلا بس الإمارات والكيان المؤقت لكانوا تصارعوا مع بعض لأنه هنا نخب بطبيعتهم عن جهية، ليه؟ لأن الأساس هو أساس أناني عند العالم فهذه المغالطة أحب أتضوع عليها، اللي بعزز هالشي أنه الناس، ليش الناس بتفكر الإمارات نموذج عظيم؟ أنهم تقنية عالية في ناطحات صحاب وتشبيك اقتصادي وإلى آخره وذلك واللي بعزز أكثر وأكثر أنه في ناس من أبناء جلدتك هن اللي بيصير بيمدحوا بالإمارات، بيقولوا الإمارات، الإمارات وكذا، وحدثني الأمير الفلاني وكذا هؤلاء الناس اللي هن رضوا بالقليل منحظهم بالحياة، هن حيثاً من اللي عم بيساعدوا به هن النخب الموجودين ببلدك وأما كنتوا تكون، تلاقيهم يعني بيساعدوا أكثر أنه يغمضوا لك عيونك بيساعد هالشياء كمان أكثر وأكثر أنه أنت همك هلا اقتصاد لأنه أنت شخص أناني بممارستك نفكر حالاً أنت مش أناني بس حيث أنت أناني بممارستك لها السبب أنت كئيب إذا كنت مرتاح اقتصادياً وكئيب حتى لو كنت مش مرتاح فاليوم هو الأهل الغزة حياتاً هن اللي عم يعملوا الأمر الصائب هن اللي عم يقاتلوا العنجهية اللي قاعدة بلزقون يعني عنجهية الكيان المؤقت وبالحقيقة هن هون كأنه الحرب ببعدها المعنوية هي حرب تنحى بالكوكب نحو التواضع نحو الألفة أكتر نحو نفي العنجهية حسنًا مش الحل أنه عنجهية تتحالف مع عنجهية تانية ما رح يمشي الحال هيك فهيدي المغلطة معنوية كتير كتير دقيقة بيبقى أنه الناس طيب شو البديل طبعاً نحنا محد بيجي بيقول نحنا مجبورين نكون أنانيين لأنه البعض أنانيين وكذا وهيك حياتاً لأ أنا قدمت 8 فيديوهات ووضحت فيهم كيف لازم تكون الأمور وكيف لازم الناس تعيش وشكراً